جداً وطموحات كبيرة من المدير الفني الجديد وأيضاً كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي صراحة مسؤولية كبيرة جداً خاصةً في دير الإنجازات اللي اتحققت الموسم اللي فات الفوز باربع بطولات وبطولة إفريقيا والسوبر المصري والسوبر الإفريقي والدوري والتأهل لمونديال الأندية وبالتالي احنا نتكلم عن فريق مكتمل الأرقان إيه اللي حيحصل وإن شاء الله ربنا يكرم ويستطيع هذا المدرب الجديد ستيفن أن يكون واحد من المدربين اللي لهم بصمة قوية وكبيرة مع هذا الفريق قبل بس ما روح لتقرير الأخبار أعايز أعلق على نقطة مهمة جداً أنا بصراحة كابتن عصام عبد الفتاح للمرة المليون بقول أنه رجل محترم كشخص هو شخص محترم ولكن كابتن عصام رئيس لجنة الحكام الأسبق واللي تعودنا عليه الحقيقة في الفترة الأخيرة أنه بيثير الجدل وأحياناً كمان بيبقى عنده مشكلة تانية أكتر من مرة الحقيقة طلع وقال أنه رحل عن لجنة الحكام ومش راجع تاني طيب تمام يا كابتن عصام ما فيش أي قصة أنه أنت ما ترحل وما ترجعش تاني يعني عندنا لؤساء للجنة الحكام كتير جداً يقدروا يكونوا موجودين في هذا المكان في مصر ودايماً حضراتكم عارفين أن أنا من الناس اللي بتشجع أن يكون رئيس لجنة الحكام من خارج مصر وجهة نظري اللي دايماً حفظة لدفع عنها لغاية ما نشوف حاجة تانية والسلام بقى كمان لو شخص زي كلاتنبرج قوي الشخصية لا يقبل التدخلات فأنا شخصياً أتمنى أنه يكون حد كده حد بهذا الشكل يعني فكابتن أعصام من الناس اللي أنا بحترمها بالمناسبة جداً 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 وأكتر من مرة بس أنا دايماً بحب أعلى على كلام كابتن أعصام لأنه بيقول كلام زي ما قلت لحضراتكم قد يثير البعض كابتن أعصام عبد الفتاح كان مع كابتن إبراهيم فيه في حلقة سابقة وتكلم عن أن كلاتنبرج حاول يغير فيه خط التسالل عشان يجامل الأهلي لو تفتكروا الموضوع ده رغم أن الراجل ما كانش موجود في رئاسة لجنة الحكام وقتها وبالفعل كلاتنبرج طلع ونفى الواقعة وإحنا تكلمنا في الموضوع ده وطلبنا من الكابتن أعصام عبد الفتاح يطلع ويقول الدليل على كلامه لو عنده دليل يعني وكابتن أصر عباس طلع معنا ونفى كلام كابتن أعصام يعني أتمنى أن الكابتن أعصام ياخد باله من مثل هذه الأمور المهم كابتن محمود عشور بطل الواقع اللي كابتن أعصام عبد الفتاح اتكلم عنه طلع مبارح مع كابتن إبراهيم فيق برضه أكد كلامنا وأكد كلام كلاتنبرج ونفى كلام كابتن أعصام عبد الفتاح اللي كابتن أعصام عبد الفتاح كان بيقوله على كابتن محمود عشور ما عرفش يا كابتن أعصام هو بجد والله وأنا بتكلم بالمنتهى الأريحية وبالمنتهى الاحترام وأتمنى أن حضرتك تجيب على هذا السؤال كابتن أعصام وحضرتك بتعمل كده ليه؟ وحضرتك عايز إيه؟ والله يا كابتن أعصام لو جالك الفيديو ده أو لو حضرتك بتفرج على الحلقة أو عرفت أو حد قالك أرجو حضرتك معاك رقم تليفوني تبعت لي تقولي إسلام أنا قلت كده لأنه الدليل هو واحد اتنين ثلاثة أو حضرتك عايز تعمل مدخلة معنا دلوقتي أنا ما عنديش قصة خلص إن حضرتك تعمل مدخلة لأنه أنا عارف أن أنت راجل محترم ولاك مني كل الاحترام كشخص لك مني كل الاحترام ولكن قد نختلف في وجهات النظر حضرتك تقول إن ده بيعمل كذا وانا أقولك لا ما بيعملش أنا عندي دليل وعندي نفي واثنين وثلاثة من أشخاص كانوا موجودين في الواقع هل حضرتك عندك حاجة تانية تقدر تقولها لنا؟ أو نقدر نقولها الجمهور الأهلي؟ طيب لو الناس دي يا كابتن ما كانتش طلعت نفت كلامك كان التاريخ هيعمل إيه؟ كيف سيحكم التاريخ على مثل هذه الواقع؟ إن احنا كن عندنا رئيس لجنة حكام بيزور عشان خطر النادي الأهلي؟ مش هو التاريخ كان هيقول كده؟ لو لم تكن الناس دي كلها طلعت ونفت الكلام اللي حضرتك بتقوله وهل ده ينفع؟ هل ينفع إن احنا ندخل اسم النادي الأهلي في حاجة زي دي؟ ممكن تقول حضرتك ليك مشاكل قد تكون مهنية أو شخصية مع كلاتنبرج دي حاجة تخصوكو ما تدخلوش اسم النادي الأهلي في مثل هذه الأمور الأهلي أكبر أهلي وزمالك وبيراميز الأندية الكبيرة دي وإسماعيلي وكل الأندية والتحاق كل الأندية الأندية دي ما ينفعش تخش في النص ما ينفعش تخش في النص يا جماعة ما عرفش أنا بس حبيت أقول الكابتل عصام الكابتل عصام من المتابعين الحمد لله للبيت الكبير فأتمنى يا كابتل عصام لو حضرتك تابعت الحلقة من هردا أو وصلت والله اللي حضرتك هتبعاته لي وعايزني أقوله أنا حطلع أقوله لو مش عايزة تعمل معنا مداخلة يعني فالذيك عايزني أقوله أنا حطلع أقوله احتراما لحضرتك واحتراما لكل الجماهير اللي بتسمعنا وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير هلطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية ومن بعد هذا التقنير فاصل ومن بعد الفاصل نستقبل كابتن محمد حشيش نجم مصر والنادي الأهل السابق في ديافة البيت الكبير